انا عايز اقول انه الزمالك الدولة قررت ان هي تعيده مرة اخرى للنجاح مين بقى حصل ايه مش وقته يعني نبقى نتكلم في ده بعد سنين بعد شوية لكن خلينا نقول دلوقتي الكلام الايجابي الاكتر كيف يعود الزمالك مرة اخرى للنجاح وانا اللي عايز اقوله ان الزمالك قطب مهم جدا في الرياضة المصرية اذا كان الاهلي قطب كبير فالزمالك ايضا قطب كبير ولا يمكن لا يمكن تستقيم الامور وفيه قطب منهار وقطب طاير يعني قطب الطاير ده الاهلي عنده استقرار مالي استقرار اداري استقرار في كل حاجة الزمالك محتاج كمان هذا الاستقرار فالدولة مدت ايديها والناس اشتغلت ده ماشي بقى ده اجيه في اللجنة اللي اتشكلت ايه مش ده قصة لكن لازم ولادي الزمالك تقف جنب نادي الزمالك والايام اللي جاية ايام كاشفة ايام كاشفة عارف انت الايام اللي جاية دي هتعري وش اي حد لمطمع في نادي الزمالك حنقول يبقى انت كنت بتتخارق قبل كده عشان مطمعك ده مش عشان نادي الزمالك يبقى انت كنت عايز انزل انتخابات قبل كده عشان مطمعك ده مش عشان نادي الزمالك اصل انت يبقى انت كنت كدت كذا كذا عشان كذا مش عشان نادي الزمالك نادي الزمالك غاني بولاده فلما نادي الزمالك يحتاج ولاده ما ينهشوش فيه بقى فده رسالة لكل الناس كل الناس محترمة وكل الناس كويسة وكل الناس بتحب نادي الزمالك بس حب نادي الزمالك صح لانه جمهوره في انتظار النجاح بعد التغيير اللي حاصل ده في انتظار النجاح وفي انتظار مجلس ينجح فعلا يبقى ليه دور في استعادة الزمالك مرة اخرى لكبرياء والبطولات ويخش خلاص يخش على القطبان ويشتغل والناس تتبسط به جماهيره جماهير محترمة وجماهير عريضة وفرقته فرقة جميرة وانا قلت مبسوط لما اللاجنة اللي كانت بتدير النادي او اللي بتدير النادي قاعدت مع اسوريو واتفقوا انه يكمل خلاص اوكي والرجل قال جاز الفني بتاعه كله يكمل قالوله اوكي كمل مفيش مشكلة وكل دي حاجات الحقيقة بتصب في صالح فرقة الكورة وانهم هيدلزيزه جزل وانا استحققته وما عجبنيش التسريب بتاع عقد يزيزه منما الميديا ملاش دعوة الميديا اي ده شغله بتعلنه فورا لكن دي ناس شوف بقى المقاومة بقى ما دي المقاومة بين الحق والبطل في اي حاجة في اي موضوعه في اي مجال لازم الناس تثبت وتشتغل على نجاح واستعادة نادي الزمالك لمكانته الحقيقية النهاردة كان فريق كرة اليد لنادي الزمالك بيلعب فاينال بطولة العربية كان متقدم لغاية اخر خمس ست دقائق يمكن ولكويت الكويتي تقدم وبعدين يقرون بعض وبعدين يفرق بجول واتهت المباراة 31-30 لصالح الكويت الكويت النهائي البطولة العربية دي كانت المؤهلة لكاس العالم للاندية واللي هتتلاقي في السعودية وللأسف الكويت الكويتي هو لتأهل النادي الاهلي كانت أهل لكاس العالم للاندية في عبوا ممثل مصر في هذه البطولة